ومبسوط أن أم حضرتك وإن شاء الله تبقى حلقة جميلة لكل جمهور النادي الأهلي كالعادة هتبقى جميلة يا رب أنت في حاجة بتبقى معك وحشا رب أنا خليك كبت دايماً بنبقى سعداء بوجودك معنا ودايماً الحقيقة كبات فريق النادي الأهلي أو اللي طلعين من الناشئين النادي الأهلي دول بيبقى ليهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي حب خاص طبعاً لكل جمهور النادي الأهلي بيحب كل اللاعبين ولكن أعملت إيه في الناشئين؟ يعني أنت بدأت إزاي وحياتك كت إزاي والفترة بتاعت الناشئين دي فلقت معك إيه؟ والله كانت نسان في البداية يعني الحمد لله الواحد بيبقى كل مرة موجود في القناة أو موجود في حاجة بتنتامل النادي الأهلي بتحس إن شرف مع بعضه شرف وحاجة بتفتخر بيها لأن اسم النادي الأهلي كبير وكان حالمي بالنسبة لنا كلنا وإحنا أولاد صغرين إن إحنا نبقى عادين الأعداء دي في قناة النادي أو نبقى موجودين في النادي في التمرين مع الفريق الأول فالحمد لله كلها أحلام وطموحات تتحققت والواحد بيبقى ساعد بيها وفخر بيها نتمنى يا رب تستمر الناشئين زي أي ناشئ يعني بتبقى موجود في قطاع الناشئين نفسك إن أنت تاخد فرصة تبقى موجود مع الفريق الأول يمكننا أن أبقى لي تقريبا دي السنة 11 مع الفريق الأول بسم الله إن شاء الله 11 سنة 11 سنة الحمد لله الدنيا جريت يعني الاول كنت ببقى عليك الناشئ سابسا بير ما هي دي مسكت فترة اتمسكت فترة والناس كابت دائمينها بس هو بقى انت حاجات انت ملكش يدي فيها يعني عشان بقى لك كتير فالناس شايفك ان انت لسه عشور قعد فترة كده برضو الناس تفكر ان هو لسه انا عشور لغاية قريب انا دايما نفتكر اصلا عشور خلي بالك هو بدأ معنا في 2004 و2003 2003 2003 2003 او فتحس ان هو برضو لسه انت شايف ان هو حق الصغير يعني جيل بتاعنا اللي هما حتى جمهور نادل الالي الجيل اللي هو التلاتينات والاربعينات تيحس ان عشور لسه صغير لسه صغير معظم اللي انا لحد دلوقتي بشوف الكابتان احمد فتحي عشان بلعب بقى له كتير الصورة اللي مرسومة في ذهني ان هو الكابتان احمد فتحي اللي هو قلب الازد الجكر يعني اللي هو ايه الالقاب القديمة المرتبطة بالفترة العمرية بتاعته يعني فالحمد لله موسم 2008-2009 ومن ساعتها وبعدين مسيرة بقى امتدت مع النادي كان في قطاع الناشئين اتمرنت مع بقى مع الكابتان فتح مابروك وكابتان امير عرابي وكابتان مار همام اشتغلنا معهم في الناشئين الحمد لله دوريات الناشئين كلها اخدناها يعني كان بيبقى نفسنا بس نعدي كده من قدام البورج يعني مش نخش النادي والحمد لله بقى جات بعد كسل عالم 2009 كنا مجموعة كبيرة موجودة من النادي الاهلي في المنتخب الشباب كابتان حسام البدري قم بتصعدنا كنا تسع لعيبة الجيل بقى بتاعي كان عفروت ووحمد شوكري وهشان محمد وشهاب وتوبا ومحمد طلعت معزل حناوي كان مجموعة كبيرة ونضمنها للفريل اول والحمد لله في الفريل اول من اللي اقول لحضرك السنة ال 11 فالحمد لله يعني السنة ال 11 في الفريل اول اه 17 بطولة 17 بطولة اه ده انت قربت ده انت عديت ناس خلينا نتكلم في هذه الامور وانا هتكلم في تفاصيل اكتر